تحتفل مصر والمجتمع الدولي في 18 شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للمهاجر وعضحت وزارة الخارجية أن مصر تستقبل نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلدهم لأسباب مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن حيث يعيشون مع المصريين جنبا إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال حيث ترفض مصر إقامة مراكز احتجاز أو مخيمات سواء للاجئين أو المهاجرين